من الأخبار اللي حصلت مبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة النهاردة محافظة المنوفية هتبدأ المرحلة التانية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وده ضمن الموجة 19 لإزالة التعديات النهاردة كمان كلية طب جامعة حلوان هتطلق مشروع المسح الصحي على أمراض سوء التغذية والأنيميا والسمنة للأطفال قبل سن المدرسة وده خلال إجازة نصف السنة داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان النهاردة كمان الماء هتقطع في قرية شطورة في سوهاج لمدة ست ساعات بسبب أعمال الصيانة الأطفال يبدأ الساعة 12 الظهر والحد الساعة 6 المغرب النهاردة المواجهة الحاسمة والمرتقبة منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش حيواجه السنغال في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون الساعة 9 بالليل كل التوفير لمنتخذنا الوطني بإذن الله شركة تم مصر للطيران هتنظم النهاردة خمس رحلات خاصة إلى مطار يواندي بالكاميرون لنقل حوالي 1400 شخص من مشجعي المنتخب الوطني اللي يحضروا المباراة النهائية أمام منتخب السنغال في بطولة كاس الأمم الأفريقية اللي يحضروا المباراة النهائية أمام منتخب السنغال